من البيت الأبيض تحذير بضرورة وقف القتال في السودان على شكل أمر تنفيذي يسمح للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على طرفي الصراع الأمر التنفيذي يعني وزارتي الخزانة والخارجية أكثر من غيرهما وتبعا لتقديراتهما سيتخذ قرار فرض العقوبات ما يحققه هذا الأمر التنفيذي هو يعطاء هذه الإدارة بفضل موافقة الرئيس عليه السلطة لفرض العقوبات في حال قررنا استخدامها كأداة لمحاسبة المسؤولين والتوصل إلى حل أفضل في السودان القرار جاء على وقع تقديرات من مجتمع الاستخبارات الأمريكي بأن الصراع قد يستمر لوقت طويل الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة قد يتحول إلى صراع طويل الأمد مع اعتقاد كل طرف بإمكانيته تحقيق النصر عسكريا أما الحوافز فتبدو ضائلة لدى الطرفين للجلوس على طاولة التفاوض إن كلاهما يسعى لحشد دعم خارجي ما قد يشي باحتمالات تأزم الصراع وتمدده إلى مناطق الجوار وبالأساس يتسبب الظرف الراهن في أزمة إنسانية حادة وأعلنت الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في السودان وإجلاء ديبلوماسيها ونحو 1300 من رعاياها خلال الأيام الماضية لكنها أكدت استمرار انخراطها في البحث عن حل سياسي للأزمة يقرأ الأمر التنفيذي لبايدن حتى الآن على أنه تحذير لطرفي الصراع من تبعات استمراره لكنه قد يتحول إلى عقوبات تبدو أنها ورقة الضغط المفضلة لدى الأمريكيين وإن شكك كثر في جدوها أنسي الصبار سكاي نيوز عربية واشنطن